طيب خلينا نرجع ليه سؤالنا اللي كان مع بداية الحلقة وإيه أكتر مبرمة تنزهاش للنادي الأهلي في الأعياد خلينا نشوف التقرير ده وإجابات الجماهير وبعدها نرجع نشوف إجابات كمان الجماهير على الصفحات الرسمية لقناة النادي الأهلي على السوشيال نادي يلا بنا موتريكا يمشي خطيرة والهدف الأول والهدف الأول من فلاديو لسه الخطورة قائمة لسه الأمان المجنة الهدف الأول جاء ألاوي ماتشة الأهلي في الأعياد في منها على ما أفتكر ماتش الأهلي والاتحاد اللي هو ماتش كان الستة وماتش الأهلي والزمالك بتاع نتيجة 2-0 اللي هو بتعمه من زكريا دايما طبعا أنا بحب الصراحة أشوف الأهلي على طول طبعا بيكسب بس في العيد بتبقى الفرحة فرحتين يعني ده على قد ما أقدر أفتكر من الحاجات اللي هي الحديثة ماتش الأهلي وإطلع بره اللي هو السنة اللي فاتت طبعا الحمد لله تلعوا بره في العيد وفرحونا وربنا يسهل إن شاء الله وتتكرر كل عيد إن شاء الله الأهلي في الأعياد بيفرحنا ويخلي يعني عيد يعني فعلا بيبقى عيد عيد سعيد علينا كلنا مع الاتحاد لما كسبوا نتيجة كبيرة والترسانة ففعلا المتوشة بتاعة الأعياد دي بيخلينا فعلا بيروح فرحانين وبنحس بقيمة العيد فنادي الأهلي كيمة كبيرة قوي وبيلعب الاتماء الفلين اللي هو اللي بيسها إحنا فرحانين بأن إحنا أهلوية وهنفضل طول عمرنا أهلوية وأولادي كمان كلهم أهلوية فكل عيد بيخش علينا فإحنا فرحانين وفرحانين أكتر اللي الكرة هترجع والدورة هستكمل عشان برضو نحصل عليه ويبقى لجب سعيد لنا كلنا والأهلوية كل مباراة الأهلي كلها عياد بالنسبة لي لكن المتوش الوحيد اللي هو ما كانش في عيد بس أنا بعتبره عيد بالنسبة لي كان المتوش العدد بتاع أبوتريكا في الصفاقسي فده كان بالنسبة لمصر كلها مش بالنسبة لي أنا كمان مصر كلها لأن 80% أو 90% من الشعب المصري أهلوية أفتكر سنة 2001 كان فيه مباراة الأهلي وسان داونز كان نهاية أفراكية دور الأبطال وساعة الأهلي فاس 3-0 ده كان في العيد ده الأفتكره دلوقتي يعني طبعا الشعور أنا لما الأهلي بيخسر بده بيبقى أسعد وقت في حياتي ولما الأهلي بيخسر بيبقى أسوأ وقت في حياتي ممكن نعود ما قلش ولا نام ولا أشرب ولا أيها خالص يعني نحب الأهلي جدا يعني جدا جدا يعني أي مطش بالنسبة لنا حتى لو ما بنتفرج على الأهلي فرح يعني في العيد غير العيد هو يوم يوم فرجتنا على الأهلي أو يوم لقى بالأهلي ده بالنسبة لنا ده يوم عيد فكل مطشط الأهلي المكسب بالنسبة لنا ده عيد زكريات سعيدة كتير جدا على جمهور النادي الأهلي في الأعياد وفي الحقيقة كمان غير الأعياد دايما النادي الأهلي مفرحنا ودايما بيجيب لنا وبحعلنا كل البطولات اللي بيتمناها كل جمهور النادي الأهلي إن شاء الله دائما وأبدا وإن شاء الله في القريب العاجل نفرح ببطولة دورية أبطال الأفريقية ترجمة نانسي قنقر